السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً على ورشة إدارة الزكاة الصناعية. حضر قولت في الأدوات جداً من البرامج وانه بشارة مضاربة على رفت الإنشائي. يبقى فيه تولز نتضغط بالزكاة الصناع في الريفت الإنشائي. عشان اقدر استفاد منها واطور شغلي. طيب فيه أدوات كتيرة جداً هتتضغطها في الفترة اللي جاية. زي ايه? زي مثلا ان انت بتعمل ديمينشن ذكي. ديمينشن بيتغير بسرعة. ان انت يبقى فيه زورة تبس عليه. حط لك ديمينشن بين الحاكتين انت تختارهم. بتقول له مسلا عمل لي ديمينشن بين كل الكاميرات والأعمدة. في اعملهم لك على طول بخطة واحدة. زي ان انت تدي اعمل بالصوت. يعني تشغل بدل ماوس تقول له اعمل كسر. طيب. حقالياً ممكن لو انت تشغل داينو ان انت تدخل شغل بتي بتي بس دخل الطريقة بسيطة. ان انت جوة داينو تسأله اسئلة فهو يجاب عليك. لكن بشوة ده اللي عايزينه. هم عايزين دخلوا فيه ان انت تكتب اوامر باللغة الانجليزية عادية يبدأ انها ينفسها. تقول له احسيب لي كل الاعمدة اللي هي تلاتة متر مثلا او حسيب لي كل الاعمدة اللي موجودة من الدور كزا للدور كزا. او اعمل لي مثلا حاجة معينة. فهو يروح اعمل لك للمشاكل. او تعمل دور وتقول له انا عايز نفس الخطوات دي تعملها في الدور اللي فوق مع العلم ان انا عايز اصغر الدور اللي فوق كل دور متر على دور اللي تحت. فهو انه يبدأ ان هو اعملها لك. ففيه حاجة كثيرة جدا. هي الحاجات دي انا شفتها في بعض البرامج زي الراينو زي البلندر. الراينو لان متطور شوية في فكرة البرماتيك. الجراس سوبر فيه قادم طبعا من الديناو. البلندر عشان بفتوح المصدر بشكل كبير. فبتلاقي فيه تطور كتير في الحاجات ديت. كل واحد يقدر ايدي في حاجة يقدر نعملها. فالتا ممكن تفتح الديناو مثلا. تقدر تفتح البلندر. وتكتب كده بالانجليزي. وطبعا لو هتكتب بالعرب برضو مش ايما مشكلة. اعمل لي اربع كمرات. تلاتة متر في نص متر. على الجريد. تكتب له بالانجليزي. يعني تكتب له كلام كلام. مش مش برمجة مش كلام صعب. فالكلام ده بيحصل سريع انا هو. يعني كلها كم يوم كده وتلاقي حد ينزلوا على الريفت. لان الوضوع اصبح وبنصورس مفتوح. وسأل انت اي خاصية تعجبك بتتعمل. في حاجات مثلا خاصة بالرندر. ان انت ممكن تعمل صورة مجسم. وتقول له مثلا اعمل لي رندر. عمل لك الرندر لكن في حاجة عز تتغير. فبدلا ما تاخد الصورة دي على برنامج تالي وتقول له اعمل لي التعديل دوت. لا انت على طول هتروح اقول له. انا عايزك تعمل لي الرندر ده كأنه في جليد. تعمل لي الرندر ده كأنه في سحابة. اعمل لي الرندر ده كذا. فبالكلام تقدر تعمل الحاجة اللي انت عايزها.